تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان أحمد رمزي بعد أن ترك العديد من الأعمال الفنية المميزة ولقب بفتى الشاشة الأول نظراً لوسامته التي جعلته أحد أهم الفنانين في هذه الفترة ولد أحمد رمزي عام 1930 في محافظة الإسكندرية وكان والده طبيباً يدعى الدكتور محمد بيومي ووالدته إسكتلندية وهي أهيلن مكعي تعلق أحمد رمزي بالفن بسبب صداقته بالفنان عمر الشريف التي امتدت على مدار ستين عاماً حيث اعترف رمزي أن عمر الشريف هو من شجعه على التمثيل وكان السبب في ترشيح رمزي في فيلم أيامنا الحلوة ليقدم أول أدواره قدم أحمد رمزي خلال مشواره الفني أكثر من مائة وخمسة عشر عملاً فنياً وكان آخر أعماله مسلسل حنان وحنين عام 2007 مع صديق عمره الفنان العالمي عمر الشريف ارف منكم من عمالك يا أخي يا رؤوف دي آخر مرة حول هذاك أنا هنا مدير وصاحب أكبر شركة بناءهم أولاد في أمريكا مش كمانية الماية بتاعة رود الفرق هنا في قوانين نظم لوائح مش بوزة زي اللي انتو أخدين عليها في مصر بتاعة من حاجة أخذ الملادون كلهب واسب لك الشركة تبطع فيها انتو أخدك بعد اعتزال الفنان الكبير أحمد رمزي للفن اتجه للعمل بالتجارة وتوفي بعد سقوطه واختلال توازنه في منزله يوم الثامن والعشرين من سبتمبر 2012 عن عمر الناهز الثانية والثمانين عاماً الفنان ما يتنسيش أبداً يعني كان هو فتى الشاشة الأول لسنين طويلة جداً أفلام كتيرة جداً في ذاكرة المصريين بنفتكر أحمد رمزي كمان في السينما في المصرح اشتغل مصرح كمان ناس كتير ما عرفوش ده واشتغل تلفزيون وفضل عطاءه الفني لآخر لحظة في حياته رحم الله الفنان الراحل أحمد رمزي الله أرحمه فعلاً كان جاني صحيح